معاناة متجددة يعيشها المواطنون في مستشفيات العاصمة بغداد حيث تتدهور الخدمات الطبية ويغيب دور الحكومة في توفير العلاج لمواطنها أين الأدوية التي تخصص من الموازنة لهذا الشعب المظلوم المسلوب حقوقه المنهوب ثرواته أين حقوقه؟ عندما تذهب إلى المستشفى وأقرب مستشفى اليوم في قلب العاصمة بغداد هي مدينة الطب لا تجد أدوية تجد الناس في حالة من البؤس من البكاء لربما حتى عندما تذهب تبكي تقول دخول مقبرة ولا دخول مستشفى في بغداد عدم توفر الأدوية وسوء الخدمات المقدمة وانعدام النظافة داخل المستشفيات والمركز الصحية في بغداد يعكس صورة واضحة عن الإهمال الحكومي المتعمد فالمواطن المراجع لهذه المؤسسات يلقى تقصيرا كبيرا من كوادرها الطبية نهيك عن اضطراره لشراء أبسط المستلزمات الطبية لعدم توفرها حتى في المستشفيات الكبيرة كمدينة الطب مستشفياتنا عبارة عن خرائب وعبارة عن مجمع للنفايات وليست هناك أي رعاية صحية لكل مراجع وهناك الإهمال التام للمرضى وهناك عدم تقديم الخدمات وعدم وجود أدوية وعجم وجود متابعة وحتى عدم وجود أطباء اختصاص انهيار بدأ مع الغزو الأمريكي قبل أكثر من خمسة عشرة سنة واستمر في عهد حكومات الاحتلال المتعاقبة دون أي اهتمام بالعراقيين ومعاناتهم يعني أنا كعراقي وعلى 2003 ولا حد لا تعيين لا راتب وما عدنا مثلا مواد اقتصادية ما نقدر نطلع للسوق لنشتغل زيان هاي المواد اللي أجيبها من الخارج يعني مواد الطبابة ما تكلفني فلوس أقلش يتكلفني من 500 إلى مليون دينار يعني أنا إذا أسوي عملية لازم أفكر بأن أبيع بيتي ضعف البنية التحتية وتفشي الفساد الحكومي في ظل غياب الرقابة أدى إلى المزيد من الأمراض وسوء الخدمات الصحية التي يشتكي منها المواطن العراقي البسيط كل يوم شل هالزمان اللي ندار بينا ليش؟ مع الأسف حسبنا الله هو نعم الوكيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة